فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاثفر بذات الدين تلبت يداك الحديث ثابت صحيح أما عن معناه فمعناه والله أعلم أن الناس إنما يتجهون لنكاح المرأة لأربعة أسباب منهم من يتجه لنكاحها بسبب مالها منهم من ينكحها بسبب حسبها منهم من يتزوجها لجمالها ومنهم من يتزوجها لدينها فالمعنى اصفر بذات الدين من هؤلاء ولا يمنع أن تكون يعني حافظ أولا على ذات الدين ولا يمنع أن تكون مع الدين جميلة ولا يمنع أن تكون مع الدين من بيت طيب صالح ولا يمنع أن تكون مع الدين ذات مال لكن الأساس الذي نحرص عليه أن تكون دينة بعد الدين لا منع أبدا من أن تكون جميلة كي تتعفف بها لا منع من أن تكون ثرية تساعدك في أمورك لا منع من أن تكون من بيت طيب يعينها على طاعة الله ومرضاة الله أما الحديث الذي هو من تزوج امرأة لمالها أحوجه الله لها ومن تزوجها لحسبها أذله الله لها الحديث إلى آخره فتالف لا يصح ولا يفهم أنني أخذ ذات الدين وتكون دميمة لكن إذا تعرضت ذات الدين امرأة ذات الدين جميلة عفوا امرأة ذات الدين دميمة وامرأة ثرية وجميلة وليست بذات الدين إذن ذات الدين أفضل لكن لا مانع من اقتران الدين بالجمال أو بالمال أو بالحسب أو بهم جميعا أو بهم جميعا اشتركوا في القناة